دكتور عزة من المفارقات حقيقة أن الحكومة البريطانية هي من يتحمل المسئولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها بريطانيا بداية من قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي انتهاءا بدعمها السخي لأوكرانيا وتورطها في هذه الحرب وهي تعلم تماما أنها تعاني في الداخل البريطاني بل تطلب من الأسر يا سيدتي في البلاد أن يتقبلوا ارتفاع فوتير الغاز والكهرباء بالنسبة 400% زيادة نتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مصحوب بارتفاع أسعار الوقود وكأن حزب المحافظين يضغط على جرح مصاب ويطلب منه في نفس الوقت أن لا يصرخ كيف تجد هذا الوضع أو هذه المعدنة؟ دعيني أقول لك أنه ليست فقط هذه التدعيات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما ذكرت الآن ولكن البريطانيون يدفعون ثمن 13 عام من حكم حزب المحافظين من ساعة ما بدأ حزب المحافظين في تولي الحكم عام 2010 بعى ديفيد كاميرون هذه السنوات المتتالية التي بدأت فيها بريطانيا تعاني من سياسات التقشف والاستقطاعات في كافة الميزانيات المقدمة للخدمات العامة وللكثير من القطاعات القطاع العام في بريطانيا فعلى مدى أكثر من 13 عاما والبريطانيون يعانون بدأت هذه الظروة كما نراها الآن عندما تحجج رئيس الوزراء البريطاني السابق بورج جونسون ثم جاء الحالي ريشي سوناك بأنه جائحة فيروس كورونا وما تلاها من تدعيات على الاقتصاد البريطاني المنهج بالفعل ثم تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية يعني دعيني أقول لك أنه عندما يقف رئيس الوزراء ريشي سوناك ويقدم هذا الدعم السخي وهذه المدفوعات المالية الكبيرة من الميزانية العامة للحكومة البريطانية للأوكرانيين والقوات العسكرية الأوكرانية في شكل مساعدات عسكرية وأيضا مساعدات مالية ووجدنا الكثير من استطلاعات الرأية التي تقول أن البريطانيين ضاقوا ذرعا من هذه السياسات سواء كان مع رئيس الوزراء السابق بورج جونسون الذي هو ما زال حتى أكبر دعم للرئيس الحالي الأوكراني وأيضا يلي رئيس الوزراء ريشي سوناك هناك أكثر من 70% من البريطانيين يقولون هذه الأموال التي تطفى بهذا السخاء لمساعدة الأوكرانيين في حربهم مع روسيا لماذا لا تنفق في الداخل؟ البريطانيين يعانون بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة ارتفاع الأسعار ارتفاع فواتير الطاقة وأيضا كما ذكر دكتور فواز أن هناك أكثر من 14 مليون تحت خط الفقر فهناك الآن حالة بين قوسين الضجر والغضب بين البريطانيين الذين يرون بالفعل أن الحكومة البريطانية تتحجد بقضايا على الشكل العام ولكنها لا تفعل الكثير حتى تعالج هذا المستوى المتدهور سواء في الاقتصاد أو في منح الحياة والمتدهور لأن إرادة المساعدة غائبة لدى حكومة حزب المحافظين الحكومة البريطانية حينما يتعلق الأمر بمساعدة المواطن وليس بمساعدة أوكرانيا